اشتركوا في القناة وإذا كنت نائماً على متن طائرة خلال تغيير مفاجئ في الارتفاع فقد يعرض ذلك قدرتك على تحقيق التوازن في الضغط على طبلة الأذن الخاصة بك للخطر ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ضرر دائم ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط مشاهدين 21% من الأطفال في ألمانيا يعيشون في فقرة يعيش 21% من الأطفال في ألمانيا في ظروف حياتية يهيمن عليها الفقر لمدة تزيد على خمسة أعوام الأطفال المعرضون للفقر في ألمانيا هم من يعيشون مع أسر يقل دخلها عن 60% من متوسط الدخل الشهري في ألمانيا أو تحصل على معنات اجتماعية من الدولة صحيفة الاتحاد الإماراتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم لندن تواجه أزمة الشقق بأكبر مبنى في العالم للسكن المشترك يقدم مبنى من عشرة طوابق يقع في لندن ويعد أكبر مشروع للسكن المشترك بالعالم ورفا صغيرة وخدمات عالية المستوى لشاغليه في سياق مبادرة هدفها مواجهة أزمة السكن في المدن وافتتح هذا المشروع افتتح في ربيع العام 2016 على حافة طريق مروري في شمال غرب العاصمة البريطانية لندن على بعد عشرة كيلومترات تقريبا مشيا عن محطتي مترو في صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين نقرأ بكين تستخدم روبوتات لضبط المرور وتسجيل المخالفات بالطرق هناك جاء في تفاصيل الخبر اختبرت شرطة المرور في بكين استخدام روبوتات لحراسة الطرق السريعة وتسجيل المخالفات المرورية مثل الوقوف غير القانوني للسيارات والقيادة بحارة الطوارئ كما يمكن للروبوت ارسال تحذير صوتي للسيارات في حالة الاكتباظ المروري على الطرق السريعة وعند وقوع حوادث سيارات او في حالة صيانة الطرق والطقس السيء في تلك الشوارع ختاما مشاهدين من صحيفة الوئام السعودية التي نقرأ منها نظام جديد يتحقق من الهوية عبر اهتزازات الحنجرة جاء في تفاصيل الخبر يعكف حاليا فريق من البحثين في جامعة ميشيغان الامريكية على تطوير نظام فريد معصوم من الخطأ في التحقق من هوية الشخص عبر صوته بدقة عالية جدا تحول دون انتحال الصوت او محاكاته من قبل قراصنة او متسللين اوضح الباحثون انهم يطورون نظاما جديدا يعتمد على الحلق او الوجه او الصدر في تحديد هوية المستخدم نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك او سبسكرايب او ان اعجبكم ذلك شاركون تعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك